صباح الخير لنصلي معا بسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد آمين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملاكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفافة يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين تعلمنا في الدرس السابق ماذا يريد الله منه وكيف أننا نخطئ ونقول لا أحيانا للرب عندما لا نسمع كلامه ونفعل الخطايا وقلنا أن الخطيئة هي أن نعمل الشر ونبتعد عن الله ولكن بالرغم من كل خطايانا الله يحبنا ويريدنا دائما أفضل لذا يطلب مننا دائما التوبة عن خطايانا والتوبة هي الابتعاد عن الخطيئة والمصالحة مع الله قلنا أنه من الخطايا التي نفعلها أن نشتم وهذه خطيئة عندما نعتذر عن الشدم هذه توبة وأيضا نريد كل شيء لأنفسنا وهذه خطيئة عندما نتشارك مع الآخرين هذه توبة بالخطيئة نقول لا للرب وبالتوبة نقول نعم للرب إذن يجب أن نطلب المغفرة دائما من الله ونقول بسم الآب والإبن والروح القدس يا إلهي أنا ناذم من كل قلبي على جميع خطاياي لأني بها أهنتك أنت خالقي وأبي وأقصد بنعمتك ألا أعود إلى الخطيئة بل أن أحبك على كل شيء فبحق الآلام مخلصنا يسوع المسيح يا رب ارحم آمين لنسمع الآن كيف كان يسوع يجلس مع الخطأ كان أحد تلاميذ يسوع جابيا للضرع واسمه متة لقد تخلى هذا الرجل بكل سرور عن عمله لاتباع يسوع وأراد متة أن يقابل جميع أصدقائه هذا الرجل الرائع حتى أنه دع العديد من الضيوف إلى مأدبة عشاء كبيرة لكن القادة الدينيين انزعجوا بسبب ذلك وقالوا للتلاميذ إن جميع هؤلاء الضيوف هم أناس خطأة فإذا كان معلمكم يسوع رجلا بارا فلماذا يأكلوا معهم؟ أجابهم يسوع هل تذهبون إلى طبيب عندما تكونون أصحاء لا تشكون من علة؟ كلا فالمرضى هم وحدهم الذين يحتاجون إلى طبيب لقد جئت من عند الله لشفاء من هم مرضى روحيا بسبب خطاياهم إذن جاء يسوع من أجل الخطأ ما هي التوبة؟ التوبة هي الابتعاد عن الخطيئة والمصالحة مع الله متى نقول لا للرب؟ بالخطيئة نقول لا للرب متى نقول نعم للرب؟ بالتوبة نقول نعم للرب لمن جاء يسوع؟ جاء الأشخاص الخطأة ترجمة نانسي قنقر